صباح الخير أخي سيف صباح الخير أعزائي المستمعين وحييكم من هنا من محافظة الظاهرة بولاية عبري والأجواء حقيقة اليوم يعني سحب متفرقة على عموم المحافظة لا توجد أمطار في هذه اللحظات هطلت أمطار حقيقة في الفترة الصباحية ولكنها أمطار قفيفة إلا أنه ما زالت الأودية تجري في بعض القرى والبلدات وكذلك السدود على كل حال أيضا هناك الطرق التي تربط ولاية المحافظة بالمحافظات الأخرى سالكة طريق شمال الباطنة بالظاهرة والظاهرة بجنوب الباطنة والظاهرة بالبريمي وكذلك الظاهرة بالداخلية على الجانب الآخر أيضا تواصل اللقنة الفرعية لإدارة الحالة الطارئة بمحافظة الظاهرة متابعتها لهذه الحالة الجوية المطير ومتابعة سير العمل في قرف عمليات قطاعات المنظومة ومراكز إدارة الحالة الطارئة طبعا بولاية المحافظة على كل حال أخي سيف عزائي المشاهدين الأجواء في محافظة الظاهرة كما تتابعونها معي طبعا أيها سحب متفرقة لا توجد أمطار ولكن هنا الأجواء جميلة ولا توجد أمطار فيما أيضا تجري مثلما أشترنا الأودية في بعض القرى والبلدات ما نؤكد عليه يا أخي سيف عزائي المشاهدين أنه لو حطلت أمطار وجرت الأودية نتمنى أخذ الحيطة والحذر من قائدية المركبات خاصة إذا ما علمنا أن هناك بعض الأودية التي تأتي من الجبال والتي قد تكون مفاجئة في بعض الحالات ما نؤكد عليه هو أخذ الحيطة والحذر هناك جهود تبذل من مختلف القطاعات طبعا لقوة في شرطة عمان السلطانية في الدفاع المدني في بلديات والصحة وأيضا وزارة التربية والتعليم الأجواء هنا طبعا رائعة والأجواء طيبة ولا توجد كما أشرنا وتأكدنا أمطار في هذه اللحظات نعم ولكن هل هناك ثمت ملاحظات تنبيهات إرشادات معينة تود إيصال حقيقة لكل المواطنين والمقيمين في محافظة الظاهرة وعبر برنامج قهوة الصباح ممن يتابعنا ويجاهدنا في هذه اللحظة محمد نعم طبعا نعم أخي سيف طبعا الأخوان حقيقة في شرطة عمان السلطانية ومن خلال اللقنة الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بمحافظة الظاهرة تواصل متابعتها الميدانية وأيضا اجتماعاتها لمتابعة هذه الحالة المطير هناك أيضا تنبيهات تصطر من الجهات الحكومية هناك أيضا تنبيهات من أفراد المجتمع أيضا تنبيهات من وسائل الإعلام الرسمية حقيقة ومن الجهات ذات العلاقة هناك ما لحظنا ولمسنا أخي سيف استجابة حقيقة لهذه التنبيهات ولهذه الإرشادات ولهذه أيضا التوجيهات حفاظا على أرواحهم ما نؤكد عليه ومن خلال أيضا قهوة الصباح ومن خلال هذا البرنامج الآن المباشر هو أيضا حتى وإن كانت الأودية تجري ربما تأتي أودية هناك مناطق أخي سيف جبال حجر الغربي والشرقي يعني تهطل الأمطار في أماكن بعيدة وبالتالي قد تأتي الأودية وقد تكون مفاجئة أيضا ما نؤكد عليه من الأخوة المحبية أيضا الطبيعة والمياه عليهم أخضى الحيطة والحذر وعدم الاقتراب قلال هذه الفترة عدم الاقتراب من هذه الأماكن هناك برق مائية هناك أيضا أماكن عميقة وكذلك السدود أيضا السدود نعم تجري الآن بعض السدود نعم امتلأت وبعضها تفيض إلا أن أيضا لا ننصح الاقتراب من هذه السدود خوفا وحفاظا على سلامة أفراد المجتمع الأهالي وأفراد المجتمع من الأهالي والمقيمين حقيقة يتابعون هذه التنبيهات وهذه التوجيهات لما فيه مصطحتهم وعدم التهور أيضا فيما يتعلق كما تابعتم أيضا اليوم التعليق للدراسة وربما قد تكون هناك أمطار ما نؤكد عليه أيضا هناك أولياء الأمور يتابعوا هذه الحالة وهناك متابعة من الجهات ما نؤكد عليه والجهات كما تؤكد عليه هو الالتزام وعدم أيضا يعني متابعة هذه يعني مشاهدة أو النزول إلى الأولياء أو إلى الطرقات حفاظا على سلامة الجميع نعم نعم محمد نقلت لنا صورة المشهد من ولاية عبري حيث تتواصل معنا الآن في ربط حي ومباشرة على الهواء مباشرة لكن ماذا فيما يتعلق أيضا بولاية ينقل وولاية ضنك هل هناك ثمت إضاحات أو معلومات أو مستقدات تود أيضا إيصالها في هذا الشأن فيما يتعلق بولاية ينقل هطلت طبعا أمطار غزيرة على عدد من الأولية وعلى عدد من السدود والحمد لله رب العالمين امتلأ السدود وجرت الأولية وطبعا لم تسجل هناك أي حالة لم تسجل هناك أي حالة تغارق لم تسجل هناك أي احتجاز أبدا إلا أنه طبعا في صبيحة أمس كان هناك احتجاز ثلاث مركبات في وادي الوهرة أمس طبعا في الفترة الصباحية وتم إخراجهم بالتعاون مع الأخوان في الدفاع المدني وشرطة عموة السلطنية الأخوان طبعا المواطنين هم الذين قموا بإخراج هذه المركبات في ولاية الضنك طبعا هناك طريق يربط بين الظاهرة والبريمي وادي السبر وادي كميرا هذا الوادي عندما يجري أخي سيف زي المشاهدين تكون هناك انقطاع للحركة وبالتالي أنه أكد لو في الفترة المسائية خطلت أمطار وجرأت الأودية سوف طبعا يقطع هذا الطريق هذا الوادي يقطع الطريق وبالتالي لن يكون هناك طبعا عبور إلى البريمي أو إلى الظهرة على الجانب الآخر أيضا هناك أودية الوقبة هناك أودية أيضا عاهن وحيبي في شمال باطنة وبالتالي عند جريان هذه الأودية بغزارة وبالتالي تنقطع الحركة وتكون هناك طبعا خطورة على مرتالي هذا الطريق هذا المشهد في محافظة الظهرة هناك أمطار غزيرة الحمد لله العالمين وجرت طبعا الأودية والحمد لله لم تسجل أي حالة حتى هذا النقل المباشر من هنا من ولاية عبري الأمور الحمد لله تسير بفضل الله سبحانه وتعالى وأيضا استجابة أخوانا وأهلنا من الأهالي والمقيمين بأن أؤكد عليه هو أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية وعدم تداول الشائعات التي تسطر من البعض هذا ماذا نرجوه حقيقة ونتمنىه من الجميع والله يحفظ الجميع أيضا من كل شر ومكروه الزميل العزيز محمد بن سعيد العلوي كنت معنا من محافظة الظاهرة وتحديدا من ولاية عبري شكرا جزيلا لك إذن ما